أولا مساء الخير عمليات التصفية أو الإعدام سواء لأطفال لنساء لكبار في السن لنشطاء فلسطينيين إسرائيل لا تعلق على ذلك يعني تقول فقط إنهم يقاومون الاحتلال الإسرائيلي فنقوم بإطلاق النار عليهم ولكن نحن نتحدث عن فتى عن طفل يبلغ من العمر 14 عاما في الصف الثامن أي أنه لا يعي شيئا حتى هذه اللحظة قالوا إنه حاول يعني إلقاء زجاجات حارقة ما يعرف بالميلتوف وقاموا بإطلاق النار نحوه وكانت هناك فرقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كتيبة أي مجموعة من جنود الاحتلال يختبئون في أماكن مختلفة في منطقة قريبة من بلدة الخضر قاموا بإطلاق النار عليهم وبعد ذلك منعوا سيارات الإسعاف حتى من الوصول إليه نقف الآن عند حاجز مزمورية في مدينة بيت لحم حيث سيتم بعد قليل حسب الارتباط الفلسطيني الذي أبلغ من الارتباط الإسرائيلي بأنه سيتم تسليم جثمان الشهيد محمد صلاح بعد قليل شاهدت محمود قبل قليل سيارة إسعاف إسرائيلية برفقة جبات عسكرية إسرائيلية دخلت إلى هذا الحاجز وسائقها يعني ركنها على يمين الشاشة أي يعني على ما يبدو بأنه سيتم تسليم الجثمان بعد قليل كذلك يعني أشاهد مجموعة من الفلسطينيين على يسار الشاشة لكن في منطقة بعيدة نوعا ما لأنه يمنع الاقتراب من هذا الحاجز ينتظرون سيارة الإسعاف الفلسطينية التي ستخرج من الحاجز مزمورية والذي أعلن عن تسليم جثمان الشهيد محمد صلاح من المفترض أن ينقل من هذا المكان باتجاه مستشفى بيت جالة الحكومي وبعد ذلك إلى مسقط رأسه بلدة الخضر لإلقاء نظرة الوداع عليه وبعد ذلك سينقل إلى مقبرة الشهداء وسيوارى أثر لكن علمت قبل قليل ربما يتم تشريح جثمان الشهيد محمد صلاح وهذا يعني قانونيا أو حتى في حال فكرة العائلة أو حتى الفلسطينيون في رفع قضية بمحكمة الجنيات الدولية أو في قضية قانونية يكون فيه هناك يعني في نفس الملف عملية إطلاق النار والإثبات وكذلك عملية التصفية التي حدثت خلال الساعات الماضية من قبل جيش الاحتلال أذكر بأنه بالفعل شاهدنا قبل قليل سيارات إسعاف شاهدنا قبل قليل سيارات إسعاف وصلت يعني إلى حاجز مزمورية ويعني نشاهد أكثر من سيارة إسعاف على أي حال ولكن خلال الدقائق القادمة على ما يبدو يعني حسب ما أشاهد ومتابعة الأهل والأقارب الذين ينتظرون في منطقة قريبة من هذا المكان بأنه سيتم تسليم جثمان الشهيد محمد صلاح ربما ستحدث هناك مواجهات ستندلع في مناطق مختلفة ومتفرقة من مدينة بيت الأحم سواء عند المدخل الشمالي للمدينة عندما يعرف بقبة رحيل أو في المنطقة الجنوبية عند حاجز النشاش الشارع الاتفافي رقم 60 بالإضافة أيضا عقبة حسنة والمناطق التي تم تعزيز قوات جيش الاحتلال وذلك تأهبا من حدوث أي مواجهات في المناطق التي ذكرتها مع أنني كنت في بلدة الخضر مع ساعات الصباح وسمعت صفرات الإنذار دوت في مستوطنة أفرات جنوب المدينة لكن لم تعرف ما الأسباب التي جعلت صفرات الإنذار تدوي في المنطقة التي ذكرتها قبل قليل تبقى الأمور مفتوحة أكثر من سيناريو ربما يحدث خلال الساعات القادمة ونحن ننتظر حتى هذه اللحظة تسريم الشهيد محمد صلاح في هذه المنطقة وبعد ذلك سيتم نقله إلى المستشفى